من تابعين مع توب ستوريز مع بروفيسور بير ساركيس أخي السائي بجراحة المسالك البولية ورئيس الجامعية رح جامعية لبنانية بالاختصاصية المسالك البولية رح منحكي عن انفجار أربع عاب رح نحكي عن الأضرار يلي لحت بمستشفى ماريوسوف نحكي عن المستشفى تقدي تضررات وعن الخسائر الكبيرة وعن قدي الوضع طارق بأنه تتضبط مستشفى وهي شيء بديهي اليوم بمستشفى ماريوسوف شو صار؟ هلأ قبل ما بلش مستشفى ماريوسوف وليش ما نحكي غير هلأ عم نحكي أكتر على المستشفى ماريوسوف لأنه بتعرفي بالبداية وقت طلع الانفجار الضخم يعني رح ضحايا كتير بصراحة ما حدا كان عم يفكر بأضرار المادية دغري كلها عنا بيفكروا بالضحايا وبالجرحة ومنعزل كل بها المناسبة ومتمنى إليهم الشفاء وأكيد كان التركيز الرئيسي بالأول على المستشفيات اللي كتير 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 تضررت صارت برات الشغل نحن بالمستشفى ماريوسوف اللي تضررت ومش بس ماريوسوف يعني كل المؤسسات اللي موجودة بالمتن كمان تضررت كتير بقى منحك عنه الكتير بعتقد السبب الرئيسي هو لأنه كان التركيز أكتر وبفهم يعني على المستشفيات اللي مات فيها انفرميارات كمان نعم ووقفت تقريبا عن الشغل هلقا بالمستشفى عنا أكيد صار فيه أضرار كتير وأضرار مادية أضرار بشرية ما صار فيه أضرار بشرية مع أنه إذا منشوف فيديويات وصور بيتفاجأ الواحد أنه ليش ما صار فيه أضرار بشرية في رما وهيك وبين هلالين يمكن الشخص الوحيد اللي نجرح هو بالمستشفى هي الرئيسة طبعا المستشفى اللي راحت على الإرجانس تحت تشوف المصابين اللي إجوا بكترة كتير وحدا انتبه أنه في دم من وراء وقالولة مجروحة ودونك هيدا عملك الوضع بس كأضرار مادية أكيدة كانت أضرار كتير كتير كبيرة الأضرار المادية عم نشوف الصور فيك تشوفهم هون قدامك دكتور نعم هيدا مثلا هيدا المدخل الرئيسي طبع المستشفى اللي نحن عادة صوب الساعة ستة وربع بيكون مليان ما بعرف ليش بهاللحظة وأنا بيناتهم كنت فالي لساعة بتفلات على بكير قبل بربع ساعة تقريبا هيدا بالطوارئ بالطوارئ اجينا على القليلة تقريبا بالميتان وتسعين جريح يلي صاروا يجوا من بيروت صاروا يجوا من بيروت أكيدة وطبوا كلهم فوق بعضهم يعني ذكرتنا بأيام الحرب وقت السيارات المفخخة وحتى أكتر من هيك بكتير لأنه عدد جرحة كان هائل هيدا ما عدا عدد الضحايا وبتعرفي بهالمناسبة بالفعل يعني بالمستشفى مش ما رحقولي اتفجأت بس شي اللي بين هلالين حلو بهالمأساة إنه ما بقي حكيم طبيب اللي كان ببيته اجوا كلهم على المستشفى من كل الاختصاصات حتى الاختصاصات مش بحاجة لقلهم وكل المرضات والمرضين وكل اللي كانوا بالمستشفى اجوا دغري ونزلوا على الطوارئ كرميلتها حتى نشتغيل أدما منقدر بمعالجة المرضى قدرتوا بالرغم من كل الأضرار أنه تساعدوا كل هالجرحة يلي وصلها عندكم بس يلا عم نشوفوا هلأ بهالصور ومتل ما ذكرت غريب أنه ما كتير نحكى عن المستشفى الكتير كبير كتير كبير ومنحكى عننا وبين وبينك بين هليلين حزت بقلبنا مش عن غيري نحنا بنعرف ما قلتلك أنه أنتو بحاجة كمان ما فيكن توقفوا مستشفى أكيدة أكيدة نحنا بحاجة هلأ بتعرفي جمعية رهبات الصليب معروف عنه نبونا يعقوب أنه ما بيطلبوا يالي صورته ضلت مثل ما هي مظبوط بالفعل ستري سنبوليك ما بيطلبوا وبتجي مساعدات بعد لوات من بونا يعقوب بتجي من هون وهون صعب يطلبوا بس أنا بصراحة كطبيب يعني وقت لي بلاقي المؤسسات تبعيتهم مش بس ماريوسيب ماريوسيب أكتر شيء تضرر بس مثلا مستشفى دير الصليب اللي هو الأهم مستشفى للأمراض النفسية والعقلية بالشرق يمكن باللبنان الفريد من نوعه تضرر كتير وحتى دير سايد تلبير وقت الحريق كارسي وهلأ بالمناسبة يعني يمكن الحريق بقى له علاقة بالانفجار بس ما كله فوق بعضه مع الأزم الاقتصادية إنه الحريق إذا بدون يعملوا إعادة تأهيل للحريق بيكلف فوق الستمائة سبعمائة ألف دولار وقت لي صار الحريق نشكر بنا يعقوب لأنه الحريق وصل لجوه وقت لي بيكون في سبعمائة تاخد يعني سبعمائة مريض ونعرف شو هن المرضى اللي موجودين فوق ما بعرف كيف الراهبات قدروا بالفعل يخلصون ويخلون و الله ساعد دونك تتشوف في الأزمة اللي هالمؤسسات كلها اللي وقع فيها بالوقت الحاضر بشكل كتير كتير قوي ومرجع منقول فوق الأزمة الاقتصادية يعني بس كلمة صغيرة إذا بتسمحيلي إنه مثلا وزارة الصحة في مبالغ هائلة فوق الأربعين مليار ليرة اللي بالليرة عم نحكي عن قبل مش هلأ ما ندفعوا مستحقات ما ندفعوا بس تعطيكي فكرة عن المشاكل ليس بس هالمؤسسات بتعيني منا كل المستشفيات بلبنان عم نشوف هالمشهد المروع هيدا الفيديو مشهد مروع جدا دكتور عم نشوف رقم التليفون وبالإذن من الرهيبات الفاضلات يعني 014011 لأنه ما بيحبوا عن جد أنه يكون فيه طلب أو أنه يزعجوا أي حدا بيجربوا يكفوا حالهم بحالهم تحية لقلهم عن جد على المجهودهم الكبير وعلى هالرسالة الإنسانية اللي عم بيعملوها بس سؤالة لحضرتك اليوم عم نسمع جهات مانحة عم نسمع دول بدا تقدم مساعدات ليه بعد ما وصلو لكم يعني اليوم ما قدرتوا تاخدوا مساعدات من أي حدا مش قصة ما قدرنا لك فيه مساعدات معينة وبعتقد بتحفز عن ذكر الأسهمة بس أشياء فردية عن مزبوط أشياء فردية بس كمؤسسات مؤسسات عالمية إجا مساعدات فرنسوية لماتيريال معين بس نحن منا بحاجة بس بحاجة أكيدة لماتيريال يعني بيكفي اللي غالي كتير اللي غالي كتير بيكفي معالجة الجرحة تارت ليش بيستهلك هيدول الماتيريال وإيش باتنا هايدي وهيدي روحانية منيعوب وكل المستشفيات اللي لا تتوخر الربح بس أنه بالنتيجة طب هيدول مصاريف طب إذا مؤسسات الدولة والضمان والوزارة كلن بيتأخروا كيلة يدفعوا وهلأ تعرفك إبازمة الدولار طب كيف ممكن نقدم نكمل كيف المستشفيات بدا تكمل يعني اليوم بطالب بالقليلة يرجع لكم حقكم من الأموال اللي بعد ما استرديتوها مية بالمية هون على القليلة بتقدروا تقلعوا بشي مية بالمية وبعدين كل حادث وقالوا حديث قدرتوا تسكروا لإزاز وتكسير الخارجة هلأ رح قلّك إجام هندس يعني وكشف على الأضرار ضغري بالأول الأضرار بس بمار يوسف معدل المؤسسات الثانية مثل دائر الصليب وفال برجاك حتى ودائر سيادة البير الخسار أو إذا بدون يرمموه فوق الـ 500-600 ألف دولار دونك أكيد إجا مساعدات برجع بقليك بتحفز بس أكيد أدي يعني نسبيا من هالـ 500-600 ألف دولار يعني هيدا يعني عشرة بالمية خمسة هاش بالمية بتحفز أول عن هالموضوع لأنه هيدول إشياء بيمكن تختص بس حتى نقول للناس يعني اليوم قدي بعض حاجتكم كبيرة حكيم بدي أقليك شغلي الحاجة كبيرة كل شي بقدر أقول الحاجة كبيرة ونحن برجع بقول يعني هم تحرجيني ندفي بهذا السؤال لأنه برجع بقليك بنتحفز كتير كلمة حاجة نحن بالنسبة لأنه ما منحب حتى نستعملها نحن مثل كتار المؤسسات الاستقشفائية في لبنان وخصوصا جمعية رهبات الصليب اللي عندهم كذا مؤسسة أكيدة بحاجة لدعم خليني استعمل كلمة دعم أوكي من مغتربين من مؤسسات من الدولة تنقدر نكمل يعني في شغلة مثلا يسوع الملك تسمع بيسوع الملك هونيكي كانوا عم يرموا لاستقبال كان من زمان يستقبلوا الإخوارني اللي يمرضوا بي اللي عندهم مرضوا ما حدا أكيد يبدوا يهتم فيهم بيقدروا يهتم فيهم دون كانوا الرهبات وجرقوا وظبطوا ورمموا بس بقى عليهم أنه يرجعوا يكملوا فيه ما قدروا يعني فيه فيه مأساة برجع بقول بكل لبنان يعني كمان حرام نحن نجي عم ننق على مستشفى أو مؤسسات بالوقت اللي في عالم كمان كلنا بنعرف قداش تأثروا بالأزم الاقتصادية بس أكيد بس المستشفى يعني ما بتقدر تتوقف ولا ثاني ما فينا نتوقف ولا ثاني وبعدنا لهلأ بمستشفى ماريوسيف ما صار فيه صرف لو لا موظف وهيدي شغلة كتير كتير مهمة لبل صار فيه بعد لو ايدي جاست مهمين طبعا برجع بقول ما بقدر قولون بظروف الصعبة وبعدهم عم بيقبضوا بالفعل لآخر تعرفي كل العالم بأزم ومخنوقين ودونك ما صرفه ولا موظفه بذات الوقت حتى يمكن عطيه بونيوس بعد الوقت بروفيسور اليوم لمين النداء أول شي النداء لبوني يعقوب بالأول دايما هيدا ولا هيدا بوني يعقوب وبوني يعقوب أنه حكر على علينا أو على جمعية رهبات الصليب بوني يعقوب لكل لبنان ومشاء الله قريبا بيصير قديس تاني نداء للدولة اللبنانية لأنه بالنتيجة الدولة اللبنانية بعرف أنه في كتار يمكن لكن الوقت اللبنين يسمعوا كلمة الدولة اللبنانية خصوصا بها الأيام بين أزولت في صغيري ما بدنا نفوت بكل التفاصيل بس أكين نداء للدولة للمؤسسات الضامنة يعني إن كامل وزارة ولا ضمان ولا كل المؤسسات التانية يسددوا يسددوا للمستشفيات تقدروا يكملوا وطبعا نحنا على طول نداء لكل عملي الخير أكيد اللي يكتار إن كامل لبنان ولا برات لبنان ولا المؤسسات الأهلية اليوم والحائلية لا المؤسسات الأهلية والأنجيؤو والأنجيؤو اللي هن فعلين كتير على الأراضي اللبنانية نعم بروفيسور بير ساركيس شكراً لوجودك معنا ومع كل الاحترام لحضرتكم لعملكم ولرسالتكم الدعم ضروري اليوم والرقم يلي مرأ على الشاشة بتقدروا تتواصلوا معهم لحتى يكون فيه مساعدة قدر المستطعب رايكو أم نرجع فضل فيه بس مرة أخر كلمة نعم فضل وهيدي مبادرة مني شخصية نعم يمكن أخوات الرهابات مرمون الخبر أنه على القليلة بهالسياسة كل يوم في السياسة شي مرة ينعمل بروغرام كامل عن مؤسسات بنيعقوب وبيناتهم دار الصليب شكراً لألك على السفر 124011 أكيد تقدروا تساعدوا هالمستشفى العريق هيرجعوا يقوم على أجري بريكو أم نشاء